يَوْنَ يُنَاكِ الْمُنَاكِ لِمَّتَانٍ قَرِيمٍ يَوْنَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقَةِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه مشاهدي قناة العيون الجهوية يسعدنا أن نلتقي معكم في نهائيات المسابقة التي قامت بها قناة العيون الجهوية بإشراف من المجلس العلمي المحلي بالصمارة وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبإشراف عام وتنسيق مع عمالة إقليم الصمارة في هذا المسجد العامر بالله مسجد مولاي الحسن الأول هذا المسجد الذي يرمز إلى تاريخ يضرب في عمق الوحدة المغربية بما ترمز إليه هذه المدينة التي تعتبر عاصمة علمية للمناطق الجنوبية فلا غر وإن استضافتنا في نهائيات مسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم التي تقام دعما لمواهب حفظ القرآن في هذا الإقليم الفاضل لا شك أنكم وعبر تتبعكم لقناة العيون الجهوية استطعتم أن تتلمسوا خطوات هذه المسابقة في البداية هناك لجنة لتقويم القراءات حتى ينال المتسابقون جوائزهم في هذا اللقاء النهائي الذي يتوج اللقاءات الإقصائية في إقليم الصمارة هذه اللجنة تتكون من السيد الفاضل عضو المجلس العلمي المحلي بالصمارة الشيخ سيدي محمد الإمام بابو زيد رئيسا والسيد محمد علي بابو زيد عضوا والسيد عبد السلام الدرعي عضوا والسيد عبد الله سيوطي عضوا والسيد عبد الرحمن الحلاوة عضوا ومحمد فاكير عضوا هذه اللجنة ستصهر على متابعة إثنى عشر متبارياً تم انتقاؤهم من المسابقات الإقصائية سابقة الذكر قبل أن ننادي على المرشحين ونبدأ فعلياً في الاستماع إليهم سأعطي الميكرو للسيد الشيخ سيدي محمد الإمام بابو زيد رئيس اللجنة ليوضح بعض الجوانب المتعلقة بالمسابقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم السمير كتاب الله إن له تلاوة هي أحلام جان الضرب به فنون المعاني قد جمعنا فما تفتر من عجب إلا إلى عجب أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة ودعت في أفصح الكتب لطائف يجدنيها كل ذي بصر وروضة يجدنيها كل ذي أدب نحن اليوم أيها الإخوة في روضة من رياض الله نستمع فيها إلى كلام الله من هذه البراعم الفتية التي نعلق عليها الآمال في أن تحمل مش على حفظ كتاب الله وتدريسه وتطبيقه على أرض الواقع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي عنا بأحسن الجزاء من ساهم ودعم هكذا مسابق لحفظ كتاب الله عز وجل وتحفيظه ولا شك أنكم تعلمون ما في القرآن من فضل ومن أهمية ويكفيه فخراً أنه كلام رب العالمين يكفيه فخراً أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة ويرتقي به إلى أعلى الدرجات كما قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يكفيه فخراً أن أهل كتاب الله سبحانه وتعالى هم أهل الله وخاصته كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله من الناس أهلين قالوا منهم يا رسول الله قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعاً وكما سمعتم من أستاذنا الشيخ حسن سيدي عثمان أن هذه أو المتبارين اليوم هم من قد اختيروا في مسابقات إقصائية سابقة جرت في مساجد مدينة الصمارة ونعتبر أن كل المتبارين سواء الذين لم يساهمهم الحظ في أن يتواجدوا مع اليوم أو الذين تواجدوا مع اليوم نحسبهم كلهم فائزون إن شاء الله لأنهم على طريق الحق ولأنهم يحملون مش على كتاب الله عز وجل فالأستاذ إن شاء الله سيدعو هؤلاء المتبارين الصغار واحداً واحداً الذين كانت من شروطهم مثلاً لا يتجاوزوا ستة عشر سنة ليتفضل بين يدي هذه اللجنة الفاضلة التي ستعطيه النقا حسب حفظه وكتابته وتطبيقه لقواعد التجويد فأسأل الله لي ولكم الفوز في الدنيا والآخرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتوقين في هذا الشهر الكريم وأن يوفقنا لما يحبه وارضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لشيخ سيدي محمد الإمام بابو زيد إذا نبدأ نشرع ننادي إن شاء الله هذا الموت السابقة الأولى حفيظة لبيض مرحباً قارئة حفيظة أنت كم عمرك؟ ستة عشر سنة ناشر سنة ستة عشر سنة ستة عشر سنة ستة عشر سنة تبارك الله إذا سألناك كم تحفظين من كتاب الله عز وجل خاتمت القرآن الكلم تبارك الله القرآن كله نعم الحمد لله إذن نحن سنختبرك في ثلاثة أحزاب أنت ستختارين هذه الأحزاب الثلاثة من حزب أفمن يعلم إلى وقال الله لا تتخذه تبارك الله الأحزاب متتالية إذن لا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأي قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله لمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الأخت حافظة أنت قرأت علينا من هذه الصورة التي طلبنا منك الحمد لله قراءتك جيدة صوت متميز إنما لابد من بعض الملاحظات فقط للتذكير مع أن هذه الملاحظات لا تنقص من قراءتك إذن ننبهك لبعض الأخطاء هناك أخطاء تتعلق بالقواعد أما الحفظ ما شاء الله أنت تحفظينها حسب ما طلبنا منك إذن قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم إذن لم تحقق هذه الإيمالة إذن هناك إيمالة إيمالة صغرى إيمالة صغرى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم الإيمالة معنى أنك تومي لهذاك الحرف يعني تضعفي الحرف هذا هو معنى الإيمالة كذلك قوله تعالى وإيتاء ذي القربة هذه الرأة حكمها حكم هذه الرأة التفخيم نعم إذن أنت لم تفخمي هذه الرأة فحكمها التفخيم وصل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق فتشجعوا تشجعوا أبنائي تشجعوا بناتي تشجعنا وأنتم مع إخوة لكم وآباء لكم كرام يحبون لكم الخير ويسعون من أجل أن تفوزوا إن شاء الله بالحسنة المتبارئ الثاني محمد جعفر محمد جعفر كم عمرك ابني؟ كم عمرك؟ 13 وكم تحفظ من كتاب الله؟ خاتم ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنما إلهكم إله واحد فهلنتم مسلمون فإن تولوا فقلا ذنتكم على سواء وإن أدري أقريبنا بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم سليمان سليمان كم تحفظ من كتاب الله؟ خمسة أحزاب كم عمرك؟ 14 سنة حدد الأحزاب خمسة أحزاب حددهم سورة البقرة البقرة اقرأ لنا من قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم حسبك سليمان أولا ما البداية أعوذ بالله ما شيء أعوذ بالله نحرص على هذاك الذال رهذا المعجمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا واجعلنا هذاك الجيم ره من حروف القلقاء لا رك ما قلقلته واللي نوصوك عليه هو أنك تحرص على الحفظ ره عندك صوت ممتاز ما شاء الله ولكن الله يوفقك باش تحفظ مزيان راه الحفظ هو أهم شيء في القرآن إلا حفظت القرآن مزيان راه طريقة بالجود صورة واحدة تجود بها القرآن كامل ولكن المهم هو الحفظ حرص على الحفظ الله يرضي عليك شكرا لا شك أن هذه المبادرة التي قامت بها قناة العيون الجهوية وبإشراف من المجلس العلمي المحلي للصمارة وبتنسيق مع مندوبية الأوقاف وعمالة الصمارة ستبعث في الناشئة إن شاء الله نفسا جديدا وتشجيعا إن شاء الله على الإزدياد من الارتواء من القرآن الكريم وحفظه ولا بد من توجيه كلمة خاصة لأولياء أمور الأبناء والبنات أنه مجلزاهم الله خيرا على حرصهم تعليم أبنائهم وبناتهم من القرآن الكريم فإن أفضل نحلة ينحلها الأب لابنه لولده ذكرا كان أو أنثى هو علم ينتفع به وأفضل العلم وأنفعه ما كان من القرآن الكريم أو نبع منه أو من السمر معه نواصل هذه المسابقة لننادي على المتسابقة الرابعة خول الخراز نواصل هذه المسابقة لن تحفظين جوج حزاب جوج حزاب يقرأي ما طيس صار من حفظك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتغلت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتغلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من نتيه كتابه بأمينه فسوف يحاسب فسوف يحاسب عزابا يسيرا حسبك حسبك كم عمورك كم عمورك كم عمورك ست سنوات نهيلة الخراز ويبدو أنها أختها ربما نهيلة السنة الكبير من تشحل 12 سنة 12 سنة كم تحفظين من القرآن خمسة الحزاب حديدها الحزاب يسبح 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قال يا قومي قال ربي إني دعوت قومي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ونهارا فلم يزدهم دعائي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم ثم إني دعوتهم جيارا صدق الله العظيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني ثم إني دعوتهم جيارا ثم إني أعلنت لهم وأسرعت لهم إصرارا صدق الله العظيم إذن أذكر المشاهدين أننا في مسجد مولاي الحسن الأول بمدينة السمارة ننقل هذا اللقاء النهائي الذي يتم بتنسيق مع عمالة السمارة ومن دوبية الأوقاف وبإشراف المجلس العلمي المحلي لمدينة السمارة لإقليم السمارة ننادي على المتسابق رقم ستة أنس جبور كم تحفظ لي؟ ستعاش أي وبدأ إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير خديجة حيدان خديجة حيدان تفضلي خديجة خديجة أنت تحضي؟ ثلاث حزاب نصف؟ ثلاث أحزاب ثلاث أحزاب؟ أحددي هذه الأحزاب نعم ما هي الأحزاب؟ أقول تسبح عمّا تبارك تبارك تسبح عمّا وقلوا حياده وربعاهده تبارك الله ما هي الأحزاب؟ نسعة سنين نسعة نسعة؟ تبارك الله يلا استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وقرأي أول سورة نون أول سورة أول سورة أول سورة نون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأذرا غير ممنون وإن لك لأذرا غير ممنون وإنك لأذرا خلق عظيم وإنك لأذرا خلق عظيم بشوي عليك ما تخافي مدّشي وإن لك لأذرا خلق عظيم لا 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 اسمعي 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 بشوي عليك وبالخاطرة أنا غادي نقرأ الآية وأعيد انتي الآية وإنك لأعلى خلق عظيم وإنك لأعلى خلق عظيم يلا بالله حسبك اقرأي أول سورة المزمّل أول سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزْدَمِّ لُقْمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا نِصْفًا غَاوَا آهُنْقُثْمٍ أَوْنْقُثْمٍ قَلِيلًا أوزِدْ عَلَيُّ وَرَتِّلِي الْقُرْآنَ وَرَتِّلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا حسبك يا خادجة صدق الله العظيم استمعي لبعض النصيح أن نوجهها ليك تبارك الله على صغر سنك رانك تحاولي تجتهدي وهذا شيء ممدوح إنما لابد كالعداء أن نشير إلى بعض الأخطاء وهذه الأخطاء إن شاء الله نتعلمها لأن هذا هو الهدف من هذه المسابقة أننا نتعلم هذه الأخطاء ونحاول أن لا نرتكبها مرة أخرى إذن بعض الأخطاء تتعلق بالقواعد أولا أنصحك بالحفظ حاولي تحفظي المسائل أحفظي شي حاجة تحفظيها نقية ومضبوطة مزيلا كتب قل المسائل دي القواعد ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما نقولش بمجنون بمجنون هذا الجيم كما أشار الأستاذ السابق النسيوتي هذا من حروف القلقلة اللي هي معروفة مشهورة قطب الجدين هذه حروف القلقلة اللي هي أربعة إذن خمسة ما أنت بنعمة ربك بمجنون بمجنون لا نقول بمجنون بمجنون كذلك ورطل القرآن ترطيل أنت رققت هذه الراء هذه الراء حكمها التفخيم لا في رطل ولا في القرآن ورطل الراء هنا مفتوحة الحكم ديالها التفخيم كذلك القرآن كذلك هذه الراء مفخمة كذلك هي مسكنة مفخمة ورطل القرآن ترطيل ترطيل كذلك هذه الراء مفخمة ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق كوثر عريش كوثر عريش كم عمورك كم عمورك 11 كم تحفظين 5 حزاب يلا اقرأي ما تيصر من حفظك اقرأي ما تيصر من حفظك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المثال سائل بعذاب واقع بعذاب واقع للكافرين ليس له ذافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرى قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل نواصل هذه المسابقة من مسجد مولاي الحسن الأول بمدينة السمارة وننادي على المتسابق رقم تسعة محمد نصر سيدي محمد كم عمرك يا ولادي شوش حساب ما زيان شحال من سنة عندك شحال من عام عندك سنين ما شاء الله اقرأ لنا في هذوك جوجل الحساب ما تيصر لك يلا أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرأمان الرئيم سبع اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قد رفادا والذي أخرج المرى فجعله هدى فنعوى سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجرام ما يغفى صدق الله العظيم الله يردع لك اسمع هذا النصيحان وجوه لك أولا نشكرك على شجاعتك وعلى الثقة بالنفس التي تمتاز بها إلا هذا الملاحظة سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قد رفادا هدى مش فهذا ذل الدال فهدا من الهداية والذي قد رفادا الله يرضي عليك إذن ننادي على المتسابق التالي وهو عاجل غفران فليتفضل وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقردتم الله وأقردتم الله قردا حسنا لأكفرن لأكفرن عنكم سياتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت يالنهار يكفي صداق الله العظيم شكر الله صانيا متباري يأخذ نفسه ويعرف أنه مع أهله ويقرأ ما تيسر له بوشان عبد الكريم عبد الكريم بوشان عبد الكريم بوشان تفضل الشيخ محمد الإمام بابو زيد بوشان قل لنا كم تحفظه من القرآن الكريم أربعة وإشروة يالله يقرأ معك أعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت ويضي يكاد زيت ويضي ولو لم تمسس نار نور نور لا نور أحسنت أحسنت سبارك الله فيك سي بوشان قرأت عينا من سورة النور هذه الآيات سبارك الله أنت نتمنى لك مستقبلا زاهرا في قراءاتك في حفظك القرآن الكريم هناك بعض الملاحظات فنبقى يخص بالقواعد أحكام مثل نوره هذه الرأة أنت فخمت هذه الرأة هذه الرأة مرققة واضحة جدا عندها كسر إذن هي مرققة مثل نوره نوره لا مثل نوره كذلك المصباح المصباح هذا الصاد من حرف صفير من حرف صفير المصباح المصباح في زجاجة في زجاجة هناك التاء ولكن نقف عليها ها في زجاجة المصباح في زجاجة إذا أردت أن تقف نعم الباء من حرف الاستفال المصباح هذه من حرف الاستفال ولا زيتونة لا شرقية ولا غربية هذه الرأة كذلك مفخمة أنت رققت هذه الرأة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفيق الكويس سديدك شكرا ليس يا عبد الكريم بوشان إذن ننادي على المتسابقة الأخيرة عزيزة ترزي غائبة نبدو أنها غير حاضرة بهذا يكون لعدد المتبارين قد استوفى عدده والمعروف أن الغياب يقصي المتباري وذلك تعتبر عزيزة ترزي أول إنسان يقصى نتوقف قليلا إن شاء الله حتى تأخذ لجنة نفسها وتأخذ تعلينا عن النتائج لنقسم إن شاء الله نوزع إن شاء الله الجوائز وبعض الشواهد التقديرية على أقدم إمام بمدينة الصمارة وبعض الأئمة المشفعين في هذه المدينة المباركة والتي أبى أهلها إلا أن يكرموا هذا النوع من الناس الذين يصهرون على القرآن وحفظه هكذا إذن نأتي إلى نهاية هذه المسابقة ليعلن عن الفائزين الأربعة الأوائل فيها يتولى ذلك الشيخ سيدي محمد الإمام بابو زيد رئيس اللجنة بسم الله الرحمن الرحيم أعلن بحول الله وقوته الفائزين في هذه المسابقة القرآنية التي أزرية اليوم في مسجد الحسن الأول بمدينة الصمارة وأعلن أن كل المشاركين متفائزون إن شاء الله لكنهم متفاوتون بالدرجات وسنذكر أربعة الفائزين الأوائل وهم على التوالي الفائز الفائز الأول حافظ لبيض وفائز الثاني هو محمد جعفر والفائز الثالث هو خول الخراز وكوثر عريش والفائز الرابع هي خول الخراز الفائز الرابع هي خول الخراز الفائز الثالث هي كوثر عريش إذن كانت النتائج كما يأتي حفيظة لبيض محمد جعفر كوثر عريش خولاء الخراز قبل أن نمر إلى توزيع الجوائز على العشرة الذين وصلوا إلى النهاية ونخص بالجوائز المهمة الأربعة الأوائل الاثنى عشر الذين حضروا في هذه النهاية سنعطي الكلمة للسيد السالك رحل عن قناة العيون الجهوية فليتفضل مشكورا إدارة القناة يعني مدير القناة أعلن رسميا إن شاء الله المسابقة المقبلة ستكون هنا بمدينة السمارة إن شاء الله في انتظار تجهيز الجامعة الكبير سوف تكون مسابقة هناك إن شاء الله إذن بسم قناة العيون الجهوية أهني المواهب التي فازوا في هذه المسابقة وأهني مدينة السمارة على المواهب اللي عندها يعني أصوات شاجية ونتمنى المسابقة القادمة العامة مقبلة إن شاء الله والسمارة ندير فيها النهاية إن شاء الله وتفوز السمارة على غرار يعني تاريخها العلمي وتاريخها الديني ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله نشكر جميع لأن نساعد لا سلطات محلية لا جهات معلية بالشأن الديني بالمنطقة على إنجاح هذه المسابقة خصة أستاذ عبدالله شداد معيد هذا البرنامج شكرا إذن الجائزة الأولى التي كانت من نصيب حفيظة لبيض يقدمها إليها السيد باشا مدينة السمارة مشكورا الجائزة الثانية محمد جعفر يقدمها له السيد مدير الجائزة الثالثة يتقدم السيد قائد المقاطعة الأولى بتقديمها للفائز الثالث وهي كوثر عريش الجائزة الرابعة يقدمها السيد رئيس لمجلس العلم المحلي بالنيابة من ينب عنه للفائزة الرابعة وهي خولة الخراز فليتقدم مشكورا هناك ثمان جوائز كلها متساوية للذين وصلوا لهذه النهاية فنناديهم تباعا سليمان عفون نهيل الخراز سيد أنس جبور خديجة حيددان أو الفتى محمد نصر الأخ عادل غفران وابوشان عبد الرحمن قاعدة هذه المسابقة أن كل من صعد من نصف النهاية يأخذوا جائزته إذن نعطوه هالو يحتفظ له بها ترسي محمد المفكير يحتفظ له بها هذه الأخيرة اسمها اسمها هي عزيز الترزي عزيز الترزي نشكركم ونعطي كلمة للشيخ محمد الإمام بابوزيد لتكون إن شاء الله ختمة لهذا اللقاء ونرجو منه أن يختم لنا بالدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه وأن يتغمد برحمته الواسعة فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا ويوفق ناشئتنا إلى الحفاظ على هذا الكتاب العظيم كتاب الله عز وجل وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا وإياكم من المعتوقين في هذا الشهر العظيم من النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا عاق لولديه اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصقنا غيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اصقنا غيثا هنيئا مريئا اللهم اصق البلاد والعباد والبهائما يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسيد السليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لهم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر